بدأ استخدام الليزر في جراحة اللثة منذ السبتينيات من القرن الماضي وكانت تركيز وقتها على عمليات قطع الأنسجة والتئام الجروح وحظيت أجهزة الليزر باهتمام كبير خصوصا في مجال الطب نظرا لملاءمتها للعمليات الجراحية البسيطة في اللثة اليوم تطور استخدام تقنية الليزر في عيادات الأسنان وأصبح يستخدم تجميليا وتحديدا في طبيض الأسنان وأيضا معالجة تصبغات اللثة وتلونها وحتى التهاباتها وتعد جيوب اللثة ووجود البقع الملونة فيها وأيضا تراجع اللثة من بين أكثر الحالات الصحية التي تستوجب علاجا بالليزر لإزالتها وإزالة آثارها المتعلقة بالشكل واللون والرائحة المزعجة معنا في الاستوديو اختصاصي تجميل الأسنان واللثة دكتور ماجد شحادي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك يعني موضوع فعلا الليزر كان أحد المواضيع اللي حضرتكم الآن عن تناقشوه في مؤتمر طب الأسنان المنعقد في دبي حدثنا عن موضوع تقنية الليزر في معالجة التصبغات تحديدا الملونة في الفم بالنسبة للليزر زي ما تفضلتي بالتقرير هو بدأ في الستينيات بدأ بمعالجات بسيطة للأنسج الرخوي لللثة تقريبا حاليا في آخر التسعينيات ابتدى ثورة في عالم الليزر صار الليزر انتقائي يعني احنا ممكن نحدد قوة الليزر ضغط الليزر بحيث أنه نستخدم سواء لللثة أو للأسنان فصار عنا تأثير مشترك أو الجهاز مشترك ليعطينا نتائج تجميلية عالية جدا بتقنية الليزر ممكن نستخدم الليزر بالنسبة لتبيض الأسنان بشكل عالي جدا ونتائج عالية جدا مقارنة بالطرق الأخرى تبت الآن أن الليزر أكثر تقنية أمانا للأسنان في عملية تبيض أقل تقنية ممكن تعمل حسية بالأسنان يعني أي تقنية ممكن نستخدمها لتبيض الأسنان عادة مترافقة مع حساسية الأسنان حساسية كيف يعني؟ حساسية على السخن أو البارد يعني أي شخص بيعمل تبيض الأسنان بالطريقة التقليدية أو بالطريقة المنزلية حتى غالبا بيصير معه حساسية بالأسنان طريقة المنزلية عفوا دكتور كيف يعني؟ الهوم بليتشينج اللي هي القوالب المستخدمة في الاستخدام الشخصي ما يحصل عليه من الصيدلية حتى في موضوع البودرة في بعض المنتجات الطبية لطبيض الأسنان هناك بودرة خاصة بالمدخنين قرأت مرة سحل للطبق الخارجي بالنسبة للأعصاب خصوصا إذا كانت الطبق الخارجي ضعيفة شوي بالنسبة للليزر أقل تقنية ممكن تصبح حساسية في أغلب الحالات لا يكون في أي حساسية جلسة الليزر مقارنة بأي تقنية أخرى تعتبر بسيطة جدا أي تقنية أخرى منحتاج تكون تقريبا من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بالليزر ماكسيمم 20 دقيقة ماذا عن موضوع التصبغات اللثوية أول شيء ما هي التصبغات اللثوية وما المسبب لها عادة التصبغات اللثوية ممكن تكون جزئين واحد من اثنين تصبغات طبيعية في اللثة عن طريق صبغة الميلانيني الموجودة في بشرتنا السمرة أو ممكن تكون مرضية مرضية ممكن تكون عارضة أو دائمة عارضة نتيجة أنه مثلا في حشوة معدنية في ضغط منها على اللثة أو زايد حوافها على اللثة أو تلبيسة مثلا نوعية تلبيسات التي كانت فيها مادة معدنية فيها ضغط أو حواف زايدة مثلا أو خرجات تحت السن مثلا إصابة نتيجة إصابة أو حادث أو رض فهذه كلها ممكن تعمل تصبغات عارضة ممكن تكون مع أدوية مثلا في أشخاص بيأخذوا أدوية نفسية أو أدوية صرع أو أدوية كلا ممكن تعمل اللون عادة شو بيكون مثلا تصبغات التصبغات الحشوات والمعادن بتميل للون البنفسجي التصبغات الرد بتكون للرمادي الأسود الخرجات نفس الشيء متموجة بتكون بين الرمادي والبني والأسود تقريبا تصبغات الأدوية بتكون داكنة الميلانين بتكون بقع مثل الغيوم تقريبا هذه كلها تتعالج بالليزر طبعا مع إزالة المؤثر يعني لازم نغير الحشوة مثلا أساس أو نغير التلبيسة بعض المضامض برضو بتعمل تصبغات بعض المطهرات المطهرات الفموية بالليزر بنحصة نتيجة بنفس اليوم تقريبا طيب موضوع التقنية بحد ذاته يعني توجيه الأشعة إلى اللثة مثلا هناك جهاز خاص يقوم بتوجيه الأشعة إلى اللثة ونوع الأشعة بارد مثلا سخن فوق الصوتية الجهاز الليزر الجهاز آمن جدا الأشعة بتكون نقطية يعني الجهاز إلو زي نقطية الليزر زي ما تفضلتي هو نوعين عنا الليزر بارد وليزر السخن نستخدم الليزر البارد في اللثة آمن جدا ما بيعمل أي ألم ما بنحتاج نعطي إبرة مسكن إبرة مخدر أو مسكن النزف أقل حوالي 36% أو في بعض الحالات ممكن يكون معدوم ما بنحتاج أي أدوية حتى بعد الإجراء هي إجراء جراحي في تقنية عالية إجراء جراحي بدون بدون أدوية بدون أدوية بدون مسكنات طيب دكتور الآن هل هذه فقط تستخدم في التصبغات أم أنه أمراض اللثة أيضا مثل الخرجات أو في ناس عندهم بسبب نقص المناعة بتكون دائما في عندهم أفتوسس أو تقرحات هل يمكن استخدام الليزر لهذه المشاكل؟ الليزر يعالج تقريبا جميع أمراض اللثة بشكل نتكلم نسبة فوق 90% التقرحات خلال أقل من 10 ثواني يزول ألم مباشرة هي معروفة عن تقرحات الفم اللي هي نقص المناعة أو نتيجة التنشن أو الحالة النفسية فكثير بتطلع تقرحات في الفم عند الطلاب أيام الانتحانات أو عند السيدات في ظروف معينة خلال 10 ثواني يزول ألم المعروفة عنها أنه إذا تأخذ ميديسين ستأخذ 7 ديز إذا لا تأخذ ميديسين ستأخذ 7 ديز لا علاجة لها على الإطلاق فقط مسكنات لدقائق خلال 10 ثواني يزول ألم بالنسبة للالتهابات صار جزء من علاج التهابات التي تطبيق الليزر كان بالأول نعتمد على إجراءات ديناميكية وعدة زيارات ومتابعة طويلة الآن خلال 3 زيارات تطبيق الليزر عملية تنظيف عملية تنعيم للجذور برضو عن طريق الليزر نتائج جدد وغير مؤلمة تقريبا 95% غير مؤلمة طيب دكتور ماجد أنا بدي أتشكرك طبعا على المعلومات المفيدة حاول تقنية الليزر في علاج التهابات لثة وألوان وتصبغة شكرا جزيلا إلىك دكتور ماجد حد اكتصافي تجميل الأسنان وطب ومعالج الأسنان